القسم الثامن باب مهم جدا وهو القسم الثالث من أنواع التوحيد الأسماء والصفات كل مسلم يؤمن من الله لابد أن يثبت لله كل ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الأول إثبات تثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تثبت وتنزه الله عن مماثلة الخلق كيف يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص والله لا يمكن هذا حتى العقل يأباه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن إثبات مع تنزيه المعاني معلومة نعلم كل ما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم نعرف معنى السميع البصير العلو والاستواء لكن نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية تلقبه سبحانه وتعالى لا نعلمها والسؤال عنها بدعة تقول آمنت صدقت سلمت أؤمن أن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات لا أمثل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص وأسير على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم إذن أخذنا اليوم الباب الأول وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخف من ضده والدعوة إليه هذا المقدمة قلنا جاء بتفسير التوحيد ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة ذكرنا الأعمال الشيطانية ومن أخطرها السحر والتطير والنظر في النجوم والكهانة العراف الكاهن المنجم الرمال كل هؤلاء شيء واحد من يدعي المغيبة يدعي ما في الضمير يدعي ما في غدن يدعي ما عرفت الأشياء المفقودة قلنا اختلفت أنواع السحر في هذه الأيام نصلى الله عليه وسلم لا تأتي لا تفتح أبدا لا قنوات ولا شيء حب الاستطلاع عندنا مشكلة والله بعض الناس حب الاستطلاع لديه يفتح كتب السحرة ويقرأ فيه وحظر الجن والشياطين ثم يحتار كيف يصرفهم لماذا أصلاً فتحت هذه الكتب أخذنا التطير شركة الصغر وقد يصل إلى الأكبر والمسلم لا يتطير وأخذنا النظر في النجوم أقسام علم النجوم وأخذنا أعمال القلوب منها قلنا المحبة والخوف والتوكل والصبر وذكرنا الرياء وذكرنا باب أخطر من الرياء أن يريد الدنيا بعمل الآخرة وأخذنا الشرك في الطاعة ثم ختمنا بالقسم الثامن الأسماء والصفات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد آمين والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وآله الصحبه وسلم وجزاكم الله خيراً